قرار انهاء عمل بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي نهاية الفين وخمسة وعشرين وترحيب الحكومة الحالية به يرسم مشهدا متناقضا فسوء الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد قد يبقي يونامي لسنوات اخرى فيما سيواصل مجلس الامن الدولي مراقبة الاوضاع في العراق وفقا لنائب السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة وهذا يبدد مزاعم الحكومة الحالية ان الانهاء يأتي بناء على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وامني هيئة علماء المسلمين في العراق اكدت ان قرار مجلس الامن الدولي انهاء عمل بعثة الامم المتحدة بحجة ان البعثة قد حققت اهدافها هو محض اوهام تخالف الواقع المرير الذي يعانيه الشعب العراقي الهيئة اوضحت ان الادعاءات الحكومية بوجود استقرار سياسي وامني يتناقض مع التأكيدات الاممية بانتشار الفساد وخطورة الوضع الامني لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات ما حرم النازحين من العودة الى مناطقهم التي هجروا منها وان وهم العدالة الاجتماعية لم يتحقق الى يومنا هذا ولي يتحقق فالابادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مستمرة الاحاطة الاخيرة للبحثة الاممية في العراق امام مجلس الامن لم تستطع تجنب ذكر ما يتعارض تماما مع ما تضمنه قرار المجلس الاخير لكنها اعترفت مضطرة بان مؤسسات الدولة في العراق لا تزال هشة وتنتشر فيها افات الفساد والفئوية والافلات من العقاب وتدخل غير القانوني كما اقرت بوجود جهات مسلحة تعمل خارج اطار الدولة ووجود تهميش واقصاء يطال فئات معينة من الشعب عدم وجود حالة من الاستقرار في العراق يعكس فساد الحكومات المتعاقبة وانهيار المؤسسات التشريعية والقضائية الخاضعة بشكل كامل للميليشيات التابعة لايران ما ينذر بمستقبل مجهول للعراقيين ترجمة نانسي قنقر